و اهلا و سهلا فيكم بحلقة جديدة حلقة بتاخد العقل هاي الحلقة كتير حباتها لانه و انا قعدي بدور بالازياء و المواضع لقيت هلق في جاكات يعني منتشر بطريقة مش طبيعية و طلع انه هو تريند و على مر السنين و اكيد انتوا شايفينه و كنا نشوفه كل كم سنة كان ينزل و كانت من اجمل انا صراحة عندي جاكات مثله ما بستغنى عنه كل مرة بخبيه عشان لما يرجع ينزل موضع البسه كل واحدة تبدع فيها زي ما بدها ممكن تعمليه سكارف ممكن تعمليه بلانكت حرام ممكن تعمليه جاكات يعني كل واحدة كيف ما بدها تبدع فيه انا هلا هون جيبوا مشروبكم المفضل و تعالوا اندردش انا هون هلا هيني بلشت فيه زي ما انتوا شايفين رح اعمله سكارف و عملته هيكي مو كتير عريضة عشان بدي اياها طويلة و اقدر الفها كزا مرة على رقبتي فالغرز بتاخد العقل كتير بتشبه الغرز اللي عملناها بالحلقات اللي فاتت بس هاي بتكنيك مختلف فمنو بتاخدو تكنيك مختلف وبتتعلمو وهذا الشي بيزيد من محاراتكم بيعليكي مليون الف درجة غير عن اي حدا يعني كل ما تشتغلي كوني متأكدي من هاي الشغلي كوني متأكدي من هاي الشغلي كل ما تشتغلي ورشات اكتر كل ما رح تتفوقي على كل اللي موجودين حواليكي فاليوم ورشتنا تكنيكها كتير حلو جربيها حتى لو بأشياء صغيرة مثلا اعملي فيها بندانة بتاعت الشعار اعملي فيها بوكلة اللي بتكم اياه بس المهم لازم كل تكنيك احنا منتعلمو او كل غرزة تجربيها حتى لو على أشياء كتير صغيرة طبعا انا استخدمت بهذا السكارف الي هو عملوه اليزا بدل اليزا بلس هذا هو كوتون جولد برتكا هذا هو جبت بكرة صودة وبكرة بيضة فكتير حلو رح أفرجيكم اياها بعد ما أخلص أكيد رح عملكم فيها ريزة على الانستجرام بس هلا عشان الشرح رح نشرح بأليزا كوتون جولد القديم لبلس حبيب قلبي فجبت هدولة يعني كتير فاتحين عشان نقدر انميز فيهم الغرز وأحلى شي فيها بتبين كتير صعبة ومعقدة بسي بتاخد العقل وكتير سهلة بحب أطمن مبدعاتي المبدعات إنه ما تخافوا من هذا الشكل هلا رح نعملها مع بعض هي عبارة عن سطرين تكرار فقط وبتضلك تمشي تكرار لحد ما تخلصيها كلها استخدمت معاها سنارة خمسة هو هون كاتبين كام أتوقع نسيت أنا والله من خمسة لسبعة بتقدروا تاخدوا المقاس طبع هذا برتك بس أنا قلت خمسة كتير مناسب ومنيح فأنتوا عحسب الخيط اللي عندكم بتستخدموا السنارة المناسبة اليوم ورشتنا هي عبارة عن مضاعفات الرقم 2 أي مضاعفات من جدول 2 بتعمليها أنا رح قبلش معاكم بـ 22 غرزة عشان يكون واضح ويدنا تاخد عليها وتشوقوا وتطبقوا أنتم معاي فرح نعمل أول شي عقدة البداية ونشتغل 22 سلسلة واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة خلق هون أنا عملت 22 سلسلة زي ما أنتم شايفين رح نترك أول سلسلة وبتاني سلسلة على الحلقة بس اللي فوق يعني إحنا شو بناخد من السلسلة التنتين؟ لأ، هناخد بس الحلقة اللي فوق ونعمل فيها أول حشوة هي واحد بعدين الحلقة اللي بس فوق ونعمل اتنين ورح نشتغل على كل الحلقات حشوة عادية زي ما دايما بنشتغلها هاي بس هون رح نشتغل عهاي اللي فوق بس هي الحشوة فرح نضرنا نشتغل هيك حشوة لحد ما نخلص وأنا هون خلصت هيني كولهم زي ما أنتم شايفين حشوة عادية إيجيت عآخر واحدة رح أعمل حشوتي وما رح أكملها ورح أجيب اللون التاني اللي أنا بدي أشتغله طبعا إحنا شو منبلش بالأسود بعدين الأبيض يعني اعتبروا إنه هذا الأسود بعدين رح نبلش بالأبيض بس هلأ أنا عشان الألوان فرح نيجي هلأ بأول لون هون ورح ناخده ونكمل شغلنا ورح نخلي هذا الخيط ما رح نقصه رح نخليه هيك لأنه هلأ رح نرجع لنفس الاتجاه وناخده معنا فرح أخذ هلأ خيتي بس لجديد اللي هو الأبيض ارتفع سلسلة ألف الشغل بأول وحدي هون رح أشتغل أول حشوي بعدين هاي الغرزة ما رح أشتغل فيها رح أشتغل تحتها بهذا الشكل عامود بلفة بعدين اللي جنبها رح أعمل كمان حشوي بعدين اللي جنبها رح أشتغل تحتها يعني شفوا كيف هذا الفي هذا الفي إحنا كنا نشتغل جوا هون هالمرة رح نشتغل بهذا الفراغ اللي تحته فرح أشتغل عامود اللي تحتها أكمل الغرزة اللي بعدها حشوي اللي بعدها رح أشتغل بالفراغ اللي تحت عامود بلفة بعدين أكمل حشوي اللي بعدها عامود بلفة بالفراغ بهذا الشكل خليني أفرجيكم عشان ما تتخربطوا شفوا كيف الشكل كتير واضح أول شي بتشتغلي حشوي بعدين بتنزلي بالعامود على السطر السابق بالفراغ وبتضلك نمشي على هذا الشي مرة تانية بعد العامود بلفة رح نعمل حشوي بعدين رح ننزل على الفراغ ونعمل عامود بلفة واحد اثنين بعدين اللي بعدين حشوي اللي بعدين عامود بلفة أنا رح أضلني ماشي معكم السطر كامل عشان أفرجيكم قداش هي سهلة وما بدها ولا شي رح نكمل حشوي بعدين تحته عامود حشوي رح ندخلها عادي تحت الفي وناخدها حشوي بعدين نكمل بعديها شو رح نكمل عامود بعدين حشوي بعدها عامود بعدها حشوي بعدها عامود واخر وحدي لازم تكون عنا حشوي بهذا الشكل وهون خلصنا أول سطر شوفوا ما أجملها من الوجه ومن الأدام نفس الشي هلا السطر اللي بعده وهذا دايما منكرره رح نرتفع سلسلة نقلب الشغل بكل الغرز اللي عملناها رح نشتغل عا كل وحدي حشوي يعني أول شي فوق الحشوي حشوي بعدين فوق العامود حشوي فوق الحشوي حشوي يعني عا كل الغرز اللي عملناها من الدور السابق رح نضلنا نشتغل حشوي فوقهم كلياتهم لحد ما نوصر لآخر السطر حضلني أعمل معاكم هيني حشوات عشان أصلا هي تكرار وما رح تطول فأنا بدي أكون معكم وحدي بوحدي عشان بس كل اللي عليكم يا تعيد الفيديو يا تكتب الخطوات وإنتي تمشيهم على مهلك زي ما بدك هاي كله حشوي فوق كل غرزة حشوي فوق كل غرزة حشوي فوق كل غرزة حشوي لحد ما أخلص هيني كل الحشوات وخلصت هون بآخر وحدة رح أعمل حشوتي واخد خيتي وين الخيط اللي إحنا تركناه هاي لونه زهري رح أخده وارفعه هيك وأكمل في حشوتي أول شي رح يكون هيك مش مرتب بعدين خلص رح يترتب بعدين بترك اللون الأبيض اللي كنت شغالي فيه وبشتغل بالزهري بارتفع سلسلة وبقلب الشغل ما بشيل الخيط بخليه زي ما هو بس بشيل الخيط هادا عشان ما تتخربط عندي لخيط وبرجع بشتغل أول وحدة حشوة تاني وحدة حشوة بالتالتي رح أنزل بالفراغ هون ورح أعمل عمودي أول شي دايما منبلش فيه حشوتين بعدين عمودي بعدين باقي رح نصير نرجع نشتغل حشوة عمودي حشوة عمودي لحد ما نوصل آخر شي هون لازم يكون عندنا آخر السطر حشوتين فهلأ نرجع نعيد هاي عملت عمودي حشوة فوق الحشوة عادي برجع مرة تاني بعمل وين تحت هاي الحشوة هايها تحتها بحطها هيك وباخد عمودي مرة تاني حشوة الغرز اللي بعديها عمودي بالفراغ بنزل تحت على السطر مرة تاني حشوة برجع مرة تاني بترك الحشوة هون وبنزل تحت بالفراغ هدا بسموه العمودي الساقط زي ما انتو شايفين برجع بكمل هون حشوة اللي تحته كمان عمودي حشوة اللي تحته عمودي حشوة اللي تحته عمودي خلينا نوقف شوي افرجيكم كيف عم بصير شوفوا الجمال بتاخد العقل كتير حلوة وبكل الالوان حلوة مرة تاني غرزة حشوة بعدين عمودي تحتها فعلت العمودي نعمل عمودي ساقط لتحت نرجع نكمل حشوة عمودي ساقط لتحت رح يضل عندي اخر تنتين هون حشوة هون حشوة بعمل عليهم فوقهم حشوات عادية بعدين برجع بكرر شو قلنا اللي حنكرره سلسلة ونلف الشغل ونرجع نعمل على كل الغرز حشوة لحد ما نوصل لوين نوصل لهاي الجهة ونرجع نمسك خيطنا هدولا المبتدئات نضفوهم عشان ما تتخربطوا وتحسوا حالكم ضايعين لما تشبكوا الخيوط فهلأ رح نرجع مرة تانية ونعمل كله حشوة لحد ما نوصل لاخر السطر ونشبك خيطنا التاني عشان انضلنا انكرر كل اللي احنا عملناه كتير سهلة ما بدها ولا شي اللهم انو ازا حسيتي حالك متخربطة اكتب البترون وراي وبس وانتي رح تعرف تشتغليه بكل سهولة هاي كله حشوة عم بمشي معكم شوي شوي عشان كل المبتدئات وحتى اللي مو قادر يعني يفهمها كتير منيح هاي انا وياكم شرحناها وانا متأكدي انكم رح تبدعوا متل العادي هاي ضلينا نعمل حشوة لاخر وحدي هون هاي بالحشوة قبل ما اكملها بترك هادا اللون بسحب اللون تبعي وبحطه لفوق وبكمل فيه غرزتي وبشده هايك عشان يطلع مرتب وبرتفع باللون الجديد سلسلة برجع بلف الشغل حشوة عمود ساقط حشوة عمود ساقط العمود الساقط قلنا وين مننزل على الفراغ تحت كل يعني هون بس مش على اللي فوق لا عالسطر اللي تحت بعدين حشوة عمود ساقط وما نظلنا نشتغل هيك لحد ما نخلص الدور كل وراح نظل نكرر هدول الخطوات لحد ما نوصل للطول المناسب اللي بدنايا والعدد اللي احنا اخترناه من مضاعفات لعدد اتنين وهيك بتكونوا انتو عملتوا احلى ابدع هاي رح اخلصها معكم عشان تكون واضحة وبس كل اللي عليكم انكم اتكرروا وهلأ رح اعطيكم كمان الخطوات عشان اللي بيحبي يكتبها يكتبها وراي تكون كل شي واضح لقلو حشوة عمود ساقط واخر شي حشوة يعني البترون عنا شوفوا ما اجملوا يا الله ما احلاب هاللون ما تخيلت هيك يطلع كثير حلوة كمان يعني شوفوا كيف من قدام من ورزه يعني هلأ رح نيجي اول اشي نعمل السلاسل منطلع كله حشوة دور بعدين منرتفع سلسلة منحط حشوة عمود ساقط حشوة عمود ساقط منخلصهم منرجع منطلع بنفس اللون سلسلة ومنعمل حشوة على كل الغرز اللي اخدناها منرجع منغير اللون ومناخد اللون التاني منرتفع سلسلة ومنحط حشوة حشوة بعدين عمود ساقط بعدين منكمل الشغل بتصير حشوة عمود ساقط حشوة عمود ساقط لحد منخلص واخر السطر لازم يكون عنا اتنين حشوة بعدين منرجع منرتفع واحدة سلسلة ومنرجع منعمل حشوة على كل الغرز منخلص منرجع منشبك خيطنا هون ومناخد اللون الزهري ونرجع منرتفع ومنضلنا نرتفع ونكرر لحد ما نوصل للطول المناسب شوفوا زي ما انتو شايفين انا هلا هيني عم بمشي فيها لحد ما اخلصها رح تحسوا هون انو شوي مائلي بس عادي يكملوا الشغل هون لانو الجهة شايفين اللي مناخد منها الخيط بس لانو هي يعني كلها هيكا غرزة داخل ببعض فما رح يبين انو هون عم تاخدي الخيط شوفوا كيف ما احلاها هون اخلص معاي الخيط شبكتو مرة تانية بعدين رح اخلصها ضعفتها عشان اخليها تلف رح تطلع بتاخد العقل رح افرجيكم اياها بريلز ورح يمبده مع بعض اي سؤال اي سؤال اكتبوا لي اياه بالكومنت رح اجاوبكم وكل وسائل التواصل الاجتماعي تحت شو كنتي احكي لكم اه بخصوص دورة قراءة البترون متاحة 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 لكل اللي بسألوني هي دورة مسجلة انا مشيت معاكم فيها خطوة خطوة رح تقدر تقري فيها البترون وتتأسسي مليون بالمية فبس كل اللي عليكم بصندوق الوصف حتلاقوا رابط رح يحولكم على الواتساب فريق العمل بانتظاركم رح تبدعوا معانا وكل وسائل التواصل الاجتماعي ضيفوني على الانستجرام وعني جديد رح اصير اعمل محتوى كمان على سناب شات لانكم كلكم عم بتظلكم تحكولي داليا بدنا نشوف يومياتك شو عم تعملي شو عم تاكل شو عم تشربي فصراحة حمستوني كتير فان شاء الله رح اصير اعمل على سناب شات ضيفوني عليه رح تلاقوا عندي بالانستجرام عشان لما يكون في محتوى على طول ادخل عليكم فيه وهيك بنكون خلصنا ابداعنا شوفوا ما اجمل الحلقة وما اسهلها نترك كل ابداعاتكم اول ما تعملوها ابعتوا لي اياها على الانستجرام بحب كتير اشوف ابداعاتكم وصديقاتي كمان على الفيسبوك كمان حطولي اياها تاك بالكومنت لانه بكون كتير فخورة فيكم وكلكم بحبكم تيك توك فيسبوك انستجرام كل اياتكم تاخدوا العائل وطبعا عائلتنا الاولى والاخيرة اليوتيوب اللي دايما بجمعنا على كل شي حلو بانتظاركم وبانتظار ابداعاتكم اشتركوا في القناة